السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة طحفة سهلة جدا جدا وسريعة وطعمها مميز قوي هتجبتهم باذن الله تنفع قوي من الاكلات الاقتصادية لانها موفرة وبترمي معانا كمية كبيرة تعالوا نسمي باسم الله ونشوف مع بعض الطريقة بس هتنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد نسمي باسم الله عندي بقى كده تواصل احط فيها معلقة من السمنة او معلقة زيت واسبها تسخن كويس جدا بعدين عندي بصلاية كده متوسطة وبشرها بالمبشرة والكون نعمة بالشكل ده بتيدي اشوحها كده شوية واول بقى ما البصلة تاخد لون ده بفاتح كده بالشكل ده تبقى هي كده خلاص تمام عندي بقى اوانس فراخ مخصولة كويس جدا ومتنظفة ومقطعة كده الانصية الواحدة على ثلاثة بتدي اشوحها كده مع البصلة كويس لحد ما تاخد كده تشويحها كويسة وكمان لون كده على خفيف خلاص كده خلاص كده الاوانس بتاعتي تشوحت كويس جدا زي ما انتو شايفين كده هديها بقى نص كوباية من المية لان انتو عارفين الاوانس بتكون اسية شوية فابدي اخد شوية سوى عن الكبت هتطلع نص كوباية واحدة بس من المية وهغطيها وحاسبها على نار متوسط لحد ما تشرب المية دي خالص كده خلاص شربت نص كوباية المية والصوح ما عادش في اي مية في الطاصة خالص كده الاوانس اعتبر استويت معايا يعني ايه نص سوى كده كل اللي في الطاصة ده الدهون بس اللي نزلت منها عندي بقى تلات بطاستات كبار اشرتهم وغسلتهم وقطعتهم وكعبات كده تكون متوسطة مش تخينة قوي ومشوفها هي عقب اقلبها بقى مع الاوانس بالشكل ده عشان البطاطس تاخد كده من طعم الاوانس كده والبصل وياخدوا كده كلهم من طعم بعض اقلبها كويس وبعدين احضر بقى نص كوباية مية تاني وبعدين احطها كده عليهم عشان برضو البطاطس تاخد نص سوى اغطيها بقى خلاص كده البطاطس بتاعتي شربت نص كوباية المية وبقيت بصه عاملة ازاي تعتبر برضو هي كمان استاوت نص سوى اوسع مكان بقى فلتاصة كده وبعدين عندي بقى كبد وقلوب الفريخ مخصولة كويس جدا برضو متصفية ومقطع الكبدة كده على اثنين خلاص ماقلبهاش بقى غير ما بتدي تتشمع من تحت احط بقى الملح بتاعي انا محطيش ملح ولا بغارات خالص احط معلقة كده صغيرة من الملح واحط برضو معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة من بهارات الفراخ كل حاجة معلقة صغيرة معادة الملح طبعا بيكون على حسب الرغبة واحط معلقة صغيرة برضو مليانة من البابريكا بتديها لون حلو وطعم حلوة احط حاجة تاني كفية قوي كده البهارات اللي انا حطيتها قلبهم بقى كده مع بعض بجد الريحة كانت طحفة جدا وقلب المطبخ كله خلاص كده كله خلاص دخل في بعضه البطاطس بالقوانس بالكبدة بالبهارات بصوا بقى عندي هنا فصينتهم كبار مفرومين وفلفلية رومي وطماطمية متقطعين مكعبات كده بحب احطهم في الاخر عشان يفضل طعمهم ظاهر معايا في الاكلة لكن لو حطيتهم من الاول هيتبالوا مع المكونات كلها اللي انا حطيتها قلبهم كده مع بعض كويس وبعدين عندي بقى كباية مية خلاص احطها بقى واغطيها واسبها تغلي غلوة واحدة بس حلوة قوي عليها كده يا جماعة هي غلوة واحدة دلوقتي بقى عندكم اختيارين يا اما تكملوا سواها زي ما هي كده على نارها دي لحد ما تستوي خالص ويبقى كده الاكلة بتاعته يبقى خلاص لاما تعمله زي كده انا بحب احطها في الفرن تتشمع وداخد طعم الفرن ولون حلو من على الوش كانت تفرق جدا جدا في الطعم بعد ما غلت غلوة واحدة هنزلها كده في البايركس او في اي صنية او حتى طاجن فخار اي حاجة بالصوص بتاعته كده لو كان الصوص اللي فيها نشف تقدروا تزودوا نصف كوبية مياه كمان خلاص اساويها كده كويس وادخلها بقى فرن سخن على درجة حرارة 180 على الشبكة في الرف اللي في النص لحد ما تاخد لون حلو والبطاطس تكمل سوا بصوا بقى شايفين الجمال جاي بجدك هنسي تبقى شمير ريحتها يا جماعة كانت عاملة زي والصوص بتاعتها يجنن وطعمها حلو جدا والبطاطس استوت وبقت زي الزبدة وفي نفس الوقت مش مهرية متمسكة والكبدة والقوانس كمان مستويين وطعمهم حلو جدا يارب الفيديو كون عجبكم بقى وما تنسونيش بلايك وشير واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة